اهلا بحضرتكم من جديد في الفقرة الحوارية الرئيسية في حلقة الليلة والحديث عن افكار مبتكرة وبتقدمها الدولة والحكومة خلال الفترة الماضية تابعنا اكثر من محاولة لتدبير عملة صعبة او لحداث حالة من حالة الحراك في العوائل الدولارية الشحيحة خلال الفترة الحالية وكان من ضمن الافكار المبتكرة فكرة وثيقة معاش للمصرين في الخارج بي حد ادنى 500 دقار وفكرة انه يكون فيه بعض التذاكر في وسائل المواصلات باللغة بالعملة الاجنبية بالعملة الدولارية وامبارح كان فيه اجتماع بيتكلم على تصدير العقار فكرة تصدير العقار تكلم فيها قبل كده وزير الاسكام تكلم فيها خبراء كثر حاول انه مصر قادرة على تصدير العقار وكلمة التصدير كلمة ربما يكون لا كناية عن امكانية تملك الاجانب لعقارات او المصريين للعقارات بعملة صعبة دي الفكرة العامة انه عندي قدرة على بناء عندي قدرة على انه يكون عندي عقار بمواصفات تناسب ادواق اجانب او مستثمرين وغيره كي تيمكن لنا ان نعمق هذه الفكرة لتكون فكرة مبتكرة لتوفير عملة اجنبية لمصر خلال هذه المرحلة خليني ارحب بضيوف الدكتور محمد راشد عدو مجلس ادارة ورفة صناعة التطوير العقاري بالتحدي الصناعات اهلا بك يا دكتور محمد اهلا وسلم والدكتور محمد سمير خبير التمويل العقاري والبنوك اهلا بك يا دكتور محمد اهلا وسلم خليني ابدأ بالدكتور محمد راشد وفكرة تصدير العقار اكيد مش جديدة فكرة قديمة لكن وضعها على طريق التفعيل تمام خلينا اخذ من كلام حررتك في اخر جزء المؤتمر اللي تم عقده من في رياس الوزراء او في المدينة العالمين وكان بنائش موضوعين مهمين جدا اول طبعا التصدير العقار ملف تصدير العقار والجزء التاني طبعا الجزء بتاع البورصة العقارية هنتكلم مرتبطين ببعض الاثنين لا هم مش مرتبطين يمكن البورصة العقارية مختلفة شوي عشان نقدر اعمل طبعا احنا في موضوع تصدير العقار من 2008 كان يمكن العقق الاساسي كان في تصدير العقار الفترة اللي فاتت هو التسجيل اي اجنبي بيجي يشتري اي وحدة في اي بلد ما بيعترفش بالعقد العرفي لازم يبقى فيه سجيل موجود يقدر ان هو يسجل فيه العقار علشان يضمن ان هو ده بالنسبة له هي دي الطريقة الوحيدة ان هو يضمن العقار وتسجيله وملكيته لكن العقد العرفي اللي موجود بين المطور وبين العميل ده مش معترف به يمكن الفترة اللي فاتت كانت صدرت عدة قرارات يمكن التملك الاجانب للعقارات وده يقدر يديهم جنسية او يقدر يديهم اقامة ده كان قرار مشجع برضو ان هو عشان اقدر ان انا 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 اركز او ان انا استهدف يمكن الاجانب اكتر لان تصليل العقار منصب اساسا على الاجانب يمكن المصريين اللي عاملين بالخارج بيتندرك تحت ال ما اعتبرش تصدير ما اعتبرش تصدير هو بيندرك تحت اللي هو العوائد او المصريين اللي عاملين بالخارج لكن تصدير العقار ده لازم يكون حد اجنبي فلازم ان انا طبعا حماصر عندنا في يعني يمكن عندنا موقع جيوغرافي كويس جدا عندنا شواطئ سواء شاطئ البحر الاحمر شاطئ البحر المتوسط عندي انا عوامل جذب جديدة كتيرة زائد طبعا اني جودة المنتج العقاري ذات نفسه فانا حبيت بس ان احنا نبتدي بالحتة القانون ده لاني ده ليه تأثير على الجلسة ما هو القانون لو اتحلي خلاص يعني القانون لو سمح ببساطة او تبسيط اجراءات للناس تتملك بقى ما عادش في مشكلة بتاعش الباقي بقى في جودة المنتج نفسه بس فيه تحديات في الموضوع ده يعني يمكن التحديات اللي احنا بنقابلها في الموضوع ان الدعاية او يمكن الترويج للمنتج العقاري المصري يعني لو حررك مثلا لو احنا جينا على المستوى الاقليمي لو احنا جينا قارننا نفسنا بالدول حوالينا هنلاقي اني مثلا نسبة مصر في حتة تصدير العقار او قليلة جدا لمستوى العالمي احنا يمكن حجم تصدير العقار على مستوى العالم بيتراوح سنويا من 250 مليار دولار ل300 مليار دولار نصيب مصر لا يتعدل 1% يمكن الاقل السنة اللي فاتت كان يمكن عشان حاصل فيه استحواز لإحدى الشركات الكبيرة الخليجية لإحدى الشركات المصرية فرفعت النسبة ل.75 او اقل من 1% طيب احنا عشان نقدر ان احنا نواجه التحديات دي كان لازم ناخد عدة قرارات اول قرار زي ما كلمنا عليه الاقامة والجنسية تاني حاجة يمكن القرار اللي صدر مبارح ايه الاجراءات اللي تمت والاجراءات الفترة الجاية اللي احنا محتاجين احنا نشتغل عليها عشان نقدر نفعل الملف ده ونقدر لان المستهدف من البرنامج ده في الاخر زيادة العائد او الاحتياط النقدي في البنك المركزي المصري فيمكن القرار ده صدر معي حاجة يسمها البورسة العقرية هروح للبورسة العقرية بس خلينا نروح للدكتور محمد سمير وفكرة التمويل والعوائد يعني الدكتور محمد اتكلم على العقبات والمثبات اللي خلتنا نتأخرين ونسبتنا لمنتصل لواحد في المية من حجم التصدير العقاري في العالم وده عايز يعني لو عندنا حلقة شهة ارقام اخرى على الدول المحيطة لانه فيه ناس تقول لها كنت تتبعوا البلد فبرضو عايز اكتبوا ترد عليها لكن عايز اشوف المرضود الاقتصادي او المالي او التمويلي لهذه الفكرة يعني طبعا الفكرة تصدير العقار مطروحة من حوالي اكتر من 15 سنة في مصر وزي ما اشار الدكتور محمد انها كان عندنا بعض التحديات بتتمثل في المملكية العقارية والتشريعات اللي بتحد من القدرة على تملك الاجانب العقارات كان القانون الاديم الخاص بتملك غير مصريين بيسمح بحد اقصى وحدتين بمساحة 4000 متر ويكونوا في مكانين مختلفين للاجنبي انه يتملك عقار في مصر تعديل اللي تم مؤخر عن قانون تملك غير مصريين للعقارات اتاح بدون حد اقصى للعقارات وانه يجوز ان هو النهاردة يبيع العقار في اي وقت لانه كان برضو من ضمن القانون الاديم قبل التعديل انه يحتفظ بالعقار المددل خمس سنوات وانما يحب يبيع العقار يبيعه بازن من رئيس مجلس الوزراء الشخصية وده كبعا كان تشريعه يعني الغريب من نوعه فده كان حدد جدا من فكرة تصديل العقار تصديل العقار عوقده الاقتصادية موجودة وتبقى قوية جدا في مصر ان احنا عندنا سوق اعقاري قوي مقارنة بالدول المحيطة بينا احنا بنتكلم النهاردة لو تكلمنا على السوق المحلي المصري هنلاقي ان الارقام اللي صدرت مؤخرا بتتقول ان فيه حجم ببيعات عقارية تجاوز 168 مليار جنيه من اكبر 10 شركات عقارية موجودة في مصر يعني بما يسوي تقريبا 5 مليار دولار وبالتالي ده بنتكلم على حجم بيزداد فيه طلب العقار بالرغم من كل التحديات الاقتصادية العالمية اللي موجودة حاليا لو بنبص على دول جنبينة زي تركيا بنلاقي ان حجم تصدير العقار لجنسية واحدة فقط من الجنسيات اللي بتشتري العقار هناك زي مثلا الجنسية المواطنين الروس بيشتروا تقريبا باكتر من 15 الف عقار من اجمالي 70 الف عقار نسو الالمين كذلك طبعا للاجانب فاحنا عندنا يعني لو بنتكلم بقى على عوائد اقتصادية ونيجي نقارن فكرة تصدير العقار لو تم النهاردة دراستها بشكل جيد وازالة المعوقات ممكن تتعدى عوائدها عوائد قطاع السياحة اللي احنا بنطمح فيه ان احنا النهاردة الارقام اللي بتبقى موجودة من حيث عدد سياحة او عوائد اقتصادية احنا بنتكلم النهاردة على سوق بيعتبر ارخص سعر متر النسبين في المنطقة هو سعر متر العقار المصري انظار المستثمرين ارخص طبعا يعني احنا استلك الرغم ان احنا بنقول في ده الا ان احنا النهاردة بنتكلم على اعلى سعر عقار مصري في حدود من 3-4000 دولار مقارناة بدول زي تركيا مقارناة بدبي بيتعدى سعر المتر النهاردة بستة وسبعة تلاف دولار طبعا ضعفي في المتر لكن احنا بنسمع عن ارتفاع اسعار العقارات عندنا نتيجة اسباب كتير يعني التضخم اللي عندنا وارتفاع اسعار مدخلات البناء ده على مستثق المحلي لكن انا بتكلم الوارد مستثمر عن وسط السوق العالمي طبعا انه المتر اللي في مصر بخمس تلاف دولار وفي دبي كم دولار بستة وسبعة تلاف دولار طبعا بزاعد الجودة ومن رأي نقطة برضو العائد على الاستثمار يمكن العائد على الاستثمار من اعلى العوائد يعني لو حتى على المستوى الاقليمي من اعلى العوائد لو انه شاريت النهاردة عقار مثلا في حدود الـ 2 مليون بعد 4 او 5 سنين انا اقدر ان السعر ده بيتضاعف مرة او مرتين وممكن على حسب المكان برضو بتاعه وممكن اوصل لتلات مرات فطبعا العائد الاستثماري ده مهم جدا في تحديد التصدير للعقار لان احنا عندنا فرص كويسة جدا بس نقصنا الترويج الترويج لها الترويج للعقار واللفكرة للفكرة ذات نفسها تصدير للعقار يعني حرك لو دخلنا على جوجل دلوقتي وعملنا سيرش على تصدير للعقار مقابل الاقامة هلاقي مصر اذا كانت زهرة زهرة في الاخر اذا ظهرت اصلا فاحنا محتاجين دي مش بضعة يا دكتور دي حاجة موجودة كل الدول بزعملها وسلم تخرجية احنا المحتاجين ناخد يمكن ان نستفيد من تجارب الدول اللي سبقيتنا في حاجة زي كده نشوف الشركات الحقيقة نجاحات مع الدول اخرى عشان نقدر ان احنا نستغل الموارد الموجودة عندنا عشان نقدر ان الحد نوصل للهدف كتصدير عقار وتوفير طبعا العمرة الدولارية كمستهدف رئيسي خش على موضوع البورصة العقارية برضو يعني فكرة سريعة ان طبعا المصطلح البورصة العقارية يمكن برضو غريب شوية يعني عارفين البورصة العادية البورصة العقارية مختلفة شوية لان انا مثلا لو البورصة العادية حدثك فيه شركة معينة بتنزل في البورصة معروف سعر السهم فيها قد ايه السعر ده سابت على حسب عدد الاسهم لو مثلا السهم بخمساشر جنيه هو خمساشر جنيه لكل الاسهم المطروحة بيختلف الكلام ده في البورصة العقارية فالبورصة العقارية بيبقى كل وحدة او كل عقار موجود في البورصة العقارية لسعر مختلف حسب الميزة التنفسية بتاعته على حسب المكان على حسب المساحة على حسب زي كان جوه كومباوند او ففيه اعوامل كتير بتحدد لي حتة او او جزئية البورصة العقارية والتحديد بتاعها فهي مش حاجة سابتة تاني حاجة بتقابلني يمكن العقار من حاجات الاستثمار الكويسة جدا او العائد بتاعها كويس قوي بس يمكن من التحديات اللي بتقابلنا ان البيع ذات نفسه وخصوصا كل ما قيمة العقار بتاعها فالتسويق بتاعه والبيع بتاعه بيبقى اصعب شوية لاني طبعا الارتفاع التمن العقار فبالتالي انا ما بحققش او لو انا كباية ممكن لو انا مثلا انا مقدر ان هو هبية مثلا الوحدة دي بخمسة مليون جنيه ممكن انزل الاربعة مليون جنيه علشان طبعا السيولة اقدر ان انا اوفر السيولة فلازم تراع حاجة زي كده في العقار طيب هتفيدني ايه البورصة في الموضوع ده هتفيدني انها طبعا انها هتحدد لي السعر ذات نفسه في كل منطقة ايه وهتساعد انها تدخل صغار المستثمرين يعني ايه صغار المستثمرين انا دلوقتي القطاع العقاري اه ماشي بطريقة نمطية بمعنى يعني بمعنى ان طريقة نمطية اه اني اه انا مطور ببيع وحدات كاملة الوحدة سعرها كذا والوحدة كاملة لا اه في البورصة بتجزة انا اقدر اجزة لأسهم او وحدات معينة بحيث ان وخصوصا في الاداري والتجاري بدل ما اشتري مساحة كاملة انا بشتري انا عايزة ومعايا مثلا مبلغ مئة الف جنيه انا ممكن احط المبلغ المئة الف جنيدة في عقار اداري او تجاري بيدر عائد بالتالي هيبقى فيه عائد شهري رجالي زائد طبعا ان القيمة ذات نفسها بتاعت الاصل بتزيد فهقدر ان انا اخرب في اي وقت دكتور محمد برضو انا عايز اعرف جدوى الموضوع اتكلمت كلام يعني انا واقف عنده على فكرة انه ممكن لو نجحت فكرة تصدير العقار المصري تجيب لي عواقص ذات سياحة طبعا لانه زي ما قلت لحضرتك ان فكرة تصدير العقار دي موجودة في الدول العالم كلها ولكن ليها بعض المقاومات الاسية يعني لو احنا بنتناقش النهاردة في اصدار برصة عقارية ورقم رمزي للعقار يجب اولا ان نتناقش في مسألة الملكية العقارية طبعا الحكومة الحقيقة اتخذت اجراءات ايجابية كتير خلال المفرحة اللي فاتت والسنتين اللي فاتت حديدا باصدار ثلاث تشريعات لموضوع التسجيل العقاري احنا منظمة التسجيل في مصر او الملكية العقارية من عام 1946 وهي قائمة على نظام الشهر العقاري وده نظام معمول دي لشهر الاشخاص وليس الملكية يعني العجيب اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان انت ما تجي النهاردة تشتري عقار في مصر الطبيعي في كل دول العالم بتروح تسأل على الاجراءات او التصرفات النقلة الملكية اللي تمت على العقار ده وليكن مثلا في 30 شرع السودان النهاردة ده عنوان واضح وصريح للعقار اللي انا هروح اشتريه المفرقة العجيبة في قانون الشهر العقاري انت بتروح تسأل على محمد سمير مالك العقار ده اللي صدر منه تصرفات على العقار سواء بالبيع او بالرقار مش على العقار وهي دي الازمة الرئيسية في ازمة تصدير العقار والبورسة العقارية ان احنا يجب ان نتحول اسواتا بكل دول العالم من نظام الشهر العقاري الى نظام السجل العيني اللي هو اعطاء رقم رمزي للعقار واصدار صحيفة عقارية قبل كده اعتقد معلش اني موضعكم قبل كده قالوا اننا نعمل زي رخب القوم المواطم يبقى رخب رمز للعقار ما فيش عربية مركبة بتحرك في شرع الاولاها رخصة هي علاقنا بساسيين علاقنا بساسيين علاقنا بساسيين علاقنا بساسيين المفرده في الرخصة هي نفس الفكرة ويمكن الميزة فيها انه بيجيب لي تاريخ العقار ده اتباع امتى لو كل التصرفات اللي عزيلة العربية بالزبط تطلع صحيفة عقارية هي مستند واحد بيوضح كافة التصرفات النقلة الملكية على العقار وبالتالي هنا اما جانت عامل النهاردة على فكرة تصدير العقار برا احنا السوق المحلي ازو طبيعة خاصة السوق العقاري مصر يعني اولا في الاستثمار او العائد على استثمار العقار ما سمعناش في كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرض بها مصر ان سعر العقار عندنا قل او الفيلا مثلا اللي بتتباع النهاردة بـ 20-30 مليون بقت بـ 20 مليون ولا الشقة 100 ألف بـ 90 ألف عمرنا ما اتطرقنا لده العقار عندنا في ازدياد مستمر وكنا بنكلم معنا ده كويس ولا واحد شيء والله هو حلو جدا لسبب واحد انه ليه مبرراته في السوق العقاري المصر هو مرتبط بالعرض والطلب يعني حرارتك احنا زيادة سكانية سنوية عندنا 2.5 مليون نسمة العرض السنوي او المطلوب السنوي بيعدي الوقت المليون وخمسين واحدة سكانية المنتج بجميع درجاته سواء الاسكان الاجتماعي اسكان المتوسط او الاسكان الفاشر لا يتعدد 340 ألف وحدة لا يتعدد وترقومي 340 ألف وحدة دي السنة الجاية عندي عجل 600 ألف وحدة ترقومي فالسوق مرتبط بالعرض والطلب بس في مرضة طولها حاجة في الجهاز مركز التعباء والإحصاء والإحصاءات قالوا ان فيه 10 مليون وحدة شغيرة هو احنا بنقيس في الجهاز المركز التعباء والإحصاء بيصدر طبعا تقارير متخصصة على سبيل المثال عندنا مليون حالة زواج تم تسجيلها في عام 21 لو افترضنا ان 60% من حالة الزواج دولا بيحتاجوا النهاردة عقار يبقى احنا بنتكلم في 600 ألف وحدة سكنية لازم تدخل السوق المصري ونحن بنتكلم على القطاع السكني فقط يعني تطرقناش تجاري وإداري اللي فيه فرص رهيبة النهاردة في الاستثمار والعوقت بتاعته أكتر من جانب آخر المنتج العقاري ده بيطلع من القطاع العام وقطاع الخاص ممثل ومطوري العقاريين فنفس التقرير قال النهاردة 336 ألف وحدة تم انتاجهم في عام 21 فاحنا عندنا النهاردة زي بقول عجز تراكمي بيزداد كل سنة ففي طلب فبتل الأسعار بيزيد فأنا أخذ سؤال لحضراتكم دوردين كل أحد يجاوبنا عنه المواصفات للعقار المصري حتى يلقى قبولا لدى المستورد يعني الواجل اللي عايزي يشترقى ده إيه بقى الأول لازم زي ما قلني حتة ترويج فيه نقطة مهمة جدا إن أنا أشوف المستهدف أنا الوقت أنا بستهدف العميل الأوروبي ولا العميل الخليجي كل واحد يزو ولا العميل الأمريكي كل واحد ليه متطالبات في الوحدة ده جزء جزء الثاني حتة يمكن القانوني في الوقت الحالي طبعا هو القانون بتاع أو الخاص بالرقم قاومي للعقار أو التمويل العقاري هو قانون 95 سنة 92 قانون بقى له حوالي 23 سنة في الوقت الحالي أو 33 سنة في الوقت الحالي طبعا 33 سنة كانت معظم الإجراءات في الوقت ده كنا منتكلم على مدينة ناصر كنا منتكلم على مصر الجديدة ما كانش في فكرة أو المدن أو الجيل الرابع الموجودة في الوقت الحالي فطبعا فيه تغيرات كتيرة جدا فإحنا محتاجين تغيير تشريعي تغيير تشريعي يسهل حكتين أولا سندية العقارية إنشاء السندية العقارية وتسهيل دخول السندية العقارية الأجنبية لمصر لأن معظم الأجانب ما بيشتريش كاش زي ما بيحصل عندنا في مصر بيعتمد على صندوق عقاري صحيح فمحتاجين أن نركز على قانون 95 لسنة 92 ونعمل بعض التشريعات لما أنت مركز على التشريع التشريع والتشريع دايما بيبقى فيه جانب تحفيزي وجانب عقابي فلازم نحن نركز على التشريعات التوازن بين الأجنبية تلك نقاط مهمة لتصدير العقار النقطة الأولى إنشاء هوية عقارية للعقار المصري لو نشتغل على النهاردة طول عمرنا المنتج العقاري في مصر عبارة عن نص تشتيب المستثمر الأجنبي لا يفهمش يعني إيه نص تشتيبه على المحارة طول لحمه هو محتاج مواصفات تشتيب النهاردة سابتا ستاندرد حيك تسلمه بيها يجب أن يتجه السوق العقاري إلى النهاردة تشتيب الوحدات وليس نص تشتيب اتنين وجود هيئة موحدة تتعامل مع كلفة الأراضي لداخل نطاق الدول ما ينفعش المستثمر الجاي يشتري من هيئة المجتمعات العمرانية عشان هي جوه مدن جديدة ورايح يشتري من شهر العقاري عشان هي جوه محافظة أو مدين وهيئة التنمية السياحية عشان هي موجودة في محافظة السياحية وقانون جنوب سينة عشان هي زلطة طبيعة خاصة ففي هيئة تبقى موحدة لده تلاتة هي إعطاء الامتيازات النهاردة والملكية العقارية تكون بشكل واضح لأنه عشان يبقى فيه موجود هيئة هيخش على الموقع الإلكتروني بتاعها يشوف العقار موجود فين التصرفات اللي صدرت عليه بالبيع أو الشراء أو الرهن فيقدر يخش ينتلك العقار ومطمئن فعش العقد الابتداء أبو 2 جنيه من المكتبة ونكتب عشر عقود زيه وكما تناولته السينما بلح الكيس البلح بألف جنيه وفيلم كراكوم في الشارع دول التلات نقاط المهمين أنا سعيد جدا بوجودكم معايا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور محمد رشد عضو مجلس إطارة ورفة صناعة تطوير العقار لتحدي صناعات شكرا لحدك شكرا 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 عزائي المشاهدين الفاصل قصير أعود لأختم الحلقة